اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي منذ عام 2003 لحد الان اذا ما اردنا يعني كشف حساب لكل هذه الفترة سأنا جت في كشف هذا الحساب ان كل المسؤولين في العملية السياسية الذين يعني كانوا وما زالوا ومن جاءوا بعد ذلك القديم والجديد منهم كل كل هذه كل قوى العملية السياسية لم يبقى منهم شخص ولم يبقى منهم حزب ولم تبقى منهم قوة الا ودافعت ان ايران ولو ولو اجرينا احصائية عن 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 كمية الكلام عن عن كمية الكلام الذي تحدثوا به عن ايران لملأ مجلدات ولو قسناه بما تحدثوا به عن العراق لوجدنا ان الحديث عن ايران اكبر بحديثهم عن العراق عشرات الالاف من المرات رغم انهم يحكمون للعراق والبعض منهم جاء لحكم العراق لانه يعني من اجل مصالح ايران يعني هو جاء ودفعت به ايران الى السلطة من اجل ان يحقق لايران مصالحها ولذلك يدافع عن ايران وهذه طبعا الميليشيات كلها تدافع بشكل بشكل يعني لا يقبل نقاش عن ايران وعندهم ايران رقم واحد اما العراق والعراقين فهؤلاء يأتون فيما بعد اولا يأتون في حسابات المهم ان ايران مصالحها تتحقق وامنها يتحقق ومشروحها يتحقق هذا واقع العالم وكل المسؤولين باتوا يعرفون من البداية الى اليوم هم يعرفون ان ولاهم لايران هو الذي يجعلهم يجلسون على الكراسي لذلك نجد واحد مثل يعني رئيس مجلس النواب الاول المشهداني ما زال لحد الان يعني ينتقل على المنابر ويتحدث عن المنابر عن مناك عن محاسن ايران وعن يعني عن فضلها عن العراق لكي يبقى بهذه الطريقة المعيبة ما الذي يمكن ان نقوله عنها عموما ولانه يعني هذه الفترة الماضية الفترة يعني طوال هذه الفترة كنا يعني شعب العراقي مشغول في الحديث عن قضية تهريب الدولار والعقوبات الامريكية والمعرف منه ووفد راح من الحكومة الحالية والوفد هذا برئاسة وزير خارجية وحاولوا مع الامريكان يقنعوهم اقتنعا وما اقتنعا وما اعرف منه المهم وبالتالي خرجنا وزير خارجية صدر وزير خارجية الحالي الحديث عن ايران للدفاع عن ايران وهذا الرجل طبعا معروف ولا على ايران اكثر من العراق ولا على قوميته اكثر من ولا على اي عراقي هذا واقع الحالي ومن رشحه رشحه يعني قومي ترشحته حزب القومي بهذا الاتجاه وضمن المحاصصة هذا واقع حالي عموما فالوزير الخارجي الحالي تحدث قال اتخذت حكومتنا مجموعة من الاجراءات لحماية الحجود مع ايران طبعا المطالب الامريكان تحدثون عن الحجود مفتوحة وايران طبعا والسبب الرئيسي في كل ما حصل وتغول ايران ومفتوح الحجود وايران سيطرتها للعراق هي امريكا هي امريكا التي جاءت في 2003 اهوه وقدمت العراق مثل ما كان يقال على طبق من ذهب لايران هذا واقع الحال وهي ساعدت ايران في التغول بالعراق وهي يعني مكنت ايران من السيطرة على كل شيء اقتصاديا وسياسيا واجتماعا وكل شيء عموما الآن القضية لانه بيناتهم ملفات معينة وبيناتهم يعني مشاكسات معينة في يجري استعمال العراق كورقة للضغط هنا وهناك عموما فتحدثوا في امريكا وتحدثوا الجانب الامريكا عن حماية الحدود الآن هو يتحدث يقول اتخذت حكومتنا وزير خارجي الحالي مجموعة من الاجراءات لحماية الحدود مع ايران ونجدد التأكيد على ان الدستور العراقي يمنع استخدام الاراضي العراقية للهجوم على دول الجوار الله واكبر اولا ما هي هذه الاجراءات التي اتخذتموها يعني لحماية الحدود وين كنتوا يعني وراء عشرين سنة الآن تتخذون اجراءات لحماية الحدود؟ اي بلد هم شيء يؤمن حدود الخارجية وصف في وضع الداخلي هذا واقع الحال اما سلطة تتحدث بعد عشرين سنة تقول ان اتخذنا اجراءات لحماية حدودنا وشون اتخذتوا اجراءات لحماية حدودكم والحدود كلها بيد الميليشيات كل المنافذ الحدودية بيد الميليشيات وانتم تعترفون بهذا والميليشيات تابعة ليران شلون حميتها الحدود وشلون راح تمنعون ايران وتمنعون التاريخ هذه الكذبة الشعب يعرفها والامريكان يعرفها والدنيا كلها تعرفها فهذا الكلام زايته ويقول ان الدستور العراقي يمنع استخدام الاراضي العراقية للهجوم على دول الجوار هذا يريد ان يرسل رسالة الايرانيين يقول لهم ان احنا ملكزمين ان امريكا لن تهجم عليكم من خلالنا يعني احنا مو ارض قاعدة لهجوم الامريكان عليكم او ابدا ولن نقبل ان تفعل ذلك ايران الهجوم على مصالحنا هل العراق دولة فعلا هل العراق فيه سيادة واستقلال وقادر ان يحمي وجيش واقف على الحدود وما يسمح لأحد انتوا بالزيارات اللي تسموها الزيارات الدينية الشعبانية وغيرها الناس تدخل من ايران حتى بدون جوازات ما شفناهم بفيديوهات مئات الآلاب تدخل لا احد يعرف منهم يدخلون بحجة الزيارة ويدخلون للعراق وقسم منهم لا تعرفون منهم هذا كل جزء من عنده وكان سليماني يجول ويصول في العراق بدون ان تعرفوا يأتي ويذهب لا حدا يدري لا من الحكم ولا حتى لو درعتوا لا تستطيعون سؤاله والآن قاءاني يدخل ويخرجوا مسؤولين ايرانيين والحرس الثوري يدخلون ويخرجون لا حدا يسألهم عن اي دستور هذا تتحدث اللي يمنع واذا منع هذا الدستور ماذا انتم فاعلون يعني اذا صار هجوم استخدمت الاراضي العراق للهجوم على الاخرين قنفتها رضيجي ما ستفعلون ما انتم هجموا على اراضيكم هجموا الايرانيين بصواريخ على اراضي في الشمال ماذا فعلتم يعني ماذا ذهبتم الى مجلس الامن مثلا اشتكيتم على ايران وطالبتم من مجلس الامن الى اتخذ موقفا يعني حاسما في هذه القضية ابدا مجرد مجرد شعارات ومجرد اقاويل عبر الاعلام والقضية مجرد يعني ضر الرماد بالعيون وسكتون تل موضوع والعراق مطية الى ايران والى امريكا والى كل الناس والعراق ساحة للصراعات كل هذه القوى فبالتالي يعني لا احد يتحدث عن عن مواقف ودستور ماشي الدستور يسمح لكم لا يقبل باستخدام الاراضي ولا العدوان على العراق ماذا انتم فاعلون ماذا تردون على العدوان يقولون ما هذا الكذب هذا الادعاء وهذا الحديث هذا الحديث بعد ما بي رصيد ليس له رصيد يعني الناس ما تنتظر عشرين سنة الاخ حتى تشوف انتم قادرين او مقادرين هذه العشرين سنة اللى راحت كانت يعني سنوات القهر والضيم والخراب اللى مرت على العراقيين واهل العراق شافوا ما شافوا بها وعانوا ما عانوا وسمعوا من الاكاذيب الكثير وما عادوا يصدقوكم وما من البداية ما يصدقوكم الان بعد كل هذه الكوارث لا يصدقكم احد بالتالي هذا الحديث عن توحون للاخرين انتم دولة وانتم مستقلين وانتم استقلال كذبة كبيرة انتم جزء من ورقة تستخدمها ايران وتستخدمها امريكا وتستخدمها القوى الاقليمية والدولية لفض نزاعاتها في اي مكان هذا واقع الحال دولة ضعيفة وليس موجودة دولة لكن سلطة ضعيفة عراق ضعيف ووصلتوه الى الى اسوأ مراحل الضعف وبالتالي هذا الوضع هو اللى موجود بالعراق والعراق عليه ان اهل العراق عليهم ان يتحملوا كل هذا الضيب هذه الكذبات لن تمر ولا يمكن وربما هذه الحلقات كلنا تحدث عن كذباتهم لانه ما عادت تحتمل ولا يمكن ان يكذبوا الكذبة ويصدقونها ويعتقدون انه يمكن ان يمررونها على الشعب العراقي ما الشعب العراقي يعني اكبر من هذه القضية بكثير عموما وقت هذه الحلقة قد انتهى اعزائي المشاهدين اترككم بخير والتقيكم في حلقة اخرى الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة